فهذا الشريط كنقترح لكم عدد من اختصارات لوحات المفاتيح واللي ضروريين في الورد وفي البرامج اللي تحت وينداوز بصفة عامة أهمية هاد الاختصارات كتجسد في كونها ما كتخليكم اشتبحتوا على اللي زونجلي باش تضغطوا على الزر المناسب اللي كتبحتوا عليه لتوضيح اختصارات لوحات المفاتيح غنشأوا مستند جديد بواسطة الجنراتور دي فو تكست بكتابة العبارة التالية تساوي لغام بين قوسين 3.2 كنحصلوا بعد الضغطة لأنتخي على النص كيتشكل من ثلاث فقرات وكل الفقرة كيتشكل من جملتين نفترضوا مثلا بغينا نقوموا بتسجيل هاد النص ايدان عواد نمشي واللانجلي فيشيه ونختاروا انغجيستخيه بكل بساطة يمكن نضغط في نفس الوقت على الزر كنتخول والزر اس حرف اس بمعنى سيف اي انغجيستخي بالانجليزية الزر كنتخول كيتواجددنا في اسفل لوحات المفاتيح على اليمان وعلى الياسر كنتخوليس عملية سهلة اللي لازم نقوم بها كل مرة الشيء اللي كيحمل مستند ديالي في حالة توقع اي طارق بالضغط هنا على كنتخوليس وفي حالة كانت اول مرة غنقوم بتسجيل المستند ديالنا كما هو الحال بنسبلي كانت تحول مباشرة القائمة انغجيستخي سو من بعد ما يتم تسجيل المستند كل مرة كان نضغط على كنتخوليس اي تغيير قمت به كيتسجل مباشرة في المستند ديالي بدون المرور من جديد على هاد الواجهة نرجع لمستند بالضغط على هاد السهم الان لفتح مستند كانستعملوا الاختصار CONTROL O الحرف O اي open اوفغير بالانجليزية بالضغط في نفس الوقت على الزر CONTROL والزر O في لوحة المفاتيح مباشرة كانت تحولوا لصفحة فتح المستندات نضغطوا على هاد السهم باش نرجعوا الناس ديالنا الان لكنا محتاجي لطباعة ناس ديالنا فعواد المرور بالانجلي فشي والبحث على الوبسيون imprimé كانستعملوا فقط CONTROL P الحرف P بمعنى print imprimé بالانجليزية عنا كذلك CONTROL A حرف A كاختصار الall اي الكل بالانجليزية هنا بالضغط على CONTROL A لاحظوا بالنص تم اختياروا بالكامل شيء اللي كيسمح لي لانطبقوا اي عملية كتهم كافة النص بالنسبة للزوج CONTROL C الحرف C اي copy copy بالانجليزية وCONTROL V الحرف V اي valid validate بالانجليزية من بعد ما نقوموا باختيار الفقرة الاولى من النص باستعمال CONTROL C CONTROL V كتمكننا من نقل النص ديالنا وبالتالي النص اللي اختارينا يمكننا ننسخوه في اي مكان اخر من صفحة او في صفحة فارغة جديدة مثلا هنا في اخر النص بالنسبة للCONTROL X واللي كتساعدنا في حدف نص كنستعملو معا CONTROL V باش نقوموا بنقل النص اللي حدفنا فهنا كنقوم باختيار النص التالي كندغط في N واحد على الزر CONTROL والزر X ومن بعد نجي هنا الاخر صفحة ونقوم بنسخ المقتطف اللي خديت بالضغط على CONTROL V اما بالنسبة للزر ماجسكول فهو كيساعدنا في اختيار النص مثلا هنا كنقوم باخذ لصوغي ديالي الهامش النص اشارة للصوغي كتصبح على شكل سهم وكنقوم باختيار السطر الاول ثم كنضغط على الزر ماجسكول وكنقوم باختيار اخر سطر في هاد النص كتلاحظوا باللي هاد الزر ساعدني في اختيار جميع الاسطر اللي ما بيه الاختيار الاول والاخير الزر CONTROL يستعمل بشكل فردي بالنسبة للادافة مثلا كنختار السطر الاول ثم بالضغط على الزر CONTROL كنضيف هاد الاسطر الموالية لاحظوا باللي هاد الاسطر تضافت للسطر الاول اللي قمت باختياره اولا CONTROL Z كتمكنه من الغاء اي عملية قمنا بها في النص سواء اضافة تغيير حدف الى اخره فمثلا نقوم بحدف الكلمة التالية كنضغط على الزر CONTROL Z اذا الحدف اللي قمت به تم الغاءه والكلمة ما زال عندي في النص وبالمقابل بالضغط على الزر CONTROL والزر Y في نفس الوقت كان تمكنه من ارجاع او اعادة تطبيق اخر عملية قمنا بها في النص ان كذلك مجموعة من الكوماند اللي وورد كيشير الى انها اختصارات اخرى في لوحة المفاتيح على سبيل المثال لتحويل شكل النص اللي تاليك كنضغطو فقط على CONTROL I كذلك لفتح المصحاح ديال لقرامار والاختوغراف يمكن لنا نضغطو فقط على الزر F7 او لفتح القاموس كنضغطو على الزر ماجسكول والزر F7 وبصفة عامة لكنا ندنشي راكورسي كلافيل شي كوماند فيكفي نحطو لصوري على هاد الكوماند باش نشوفو لراكورسي كلافيل مخصص لها من جيه اخرى وارد كيسمح لنا نشؤو ديال راكورسي كلافيل خاص بنا وحتى لراكورسي اللي ادنا حاليا نقدرون نبدلوهم مثال هنالامشينا لكوماند ستاتاستيك ما عندهاش راكورسي كلافيل ادن لتشخيز ان راكورسي كلافيل لها كنمشيو لانجلي فيشي ومن بعد option ثم كنضغطو على PERSONALIZE لو ريبان هنالتحت نضغطو على PERSONALIZE لراكورسي كلافيل كادهار عدنا هاد النافيدة اهنا فليكاتيجوري نبحتو على لانجلي ريفيزيان اللي فيه لكوماند ستاتيستيك وهنا كنبحتو على لوتي ستاتيستيك نضغطو عليها ثم نمشيو هنا لنوفالتوش دو راكورسي وندخلو الراكورسي اللي بريدنا نعطيو هل هاد لكوماند بنسباليا غنكتب CONTROL 0 وندغط على ATTRIBUY ثم نضغط على FIRME ونغلقو لوبسيون Word بالضغط على OK إذا نحن في واجهة المستعمل اللي رجعنا لكوماند ستاتيستيك وحطينا عليها لسوغي فكيدهر لنا بليتضاف لها لغاكورسي اللي اعطيناها هاد الاختصارات اللي تعرفنا عليها هي ربح للوقت ولي ما خاصناش نستغنو عليها كنسحكم على الأقل تخدمنا الاختصارات اللي كتستعملوا بشكل كتير وفي معدم الأحيان اشتركوا في القناة